اهلا بكم في موجز لأهم وقل اخبار اعلنا مدير امن محافظة ابيان العميد علي ناصر الكازمي السيطرة الكاملة على مختلف منافذ وجبال وشعاب واد الجنن والمناطق المحيطة به والتي كانت تتحصن فيها عن ناصر تنظيم القاعدة الارهابي شرق مدرية موديا بمحافظة ابيان اكد الكازمي ان الوحدات الامنية والعسكرية المشاركة في عمل السيام الشرق بحملة سيوف حواسة تمكنت من تمشيط كافة الجبال وشعاب واد الجنن والانتشار في المناطق المحيطة بها اشار مدير امن ابيان الى ان حملة سيوف حواسة ستواصل تقدمها باتجاه المناطق الحدودية مع محافظة شبوى لتتمكن بذلك من اغلاق كافة المنافذ التي كانت تتسلل منها العناصر الارهابية القادمة من البيضاء اعرب المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم لندر كينغ عن تشجعه بشأن التقدم المحرزة في عملية السلام في اليمن بعد رحلة قام بها مؤخرا الى المنطقة وقال لندر كينغ لصحيفة The National ان المحادثات بشأن اتفاق جديد مستمرة ويجب على جميع الاطراف اليمنية التواصل الى حل واضاف المبعوث الامريكي ان لقاءة تركزت على دعم الجهود الاممية والاقليمية للتواصل الى اتفاق جديد ودائم لوقف اطلاق النار واطلاق عملية سلام يمنية يمنية شاملة ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب والذي خصص لمناقشة المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة اشكاله وشدد الجماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في انقاذ الوطن من افت التهريب وتعزيز كافة الوسائل والادوات الامنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية للقيام بدورها واكدت اللجنة العليا لمكافحة التهريب على الدور المجتمعي والاعلمي في اسناد الجهود الهادفة للتصدي لهذه الظاهرة والحد من مخاطرها ناقش رئيسه المجلس العام لابلاء محافظتي المهرى وسقطر السلطان عبدالله بن عيسى العفرار في اجتماع المشترك للامانة العامة ومنظمتي الشباب والمرأة بالمجلس مسجدات الساحة المحلية والوطنية ووافق المجلس العام لابلاء محافظتي المهرى وسقطر على وثيقة العهد والميثاق للحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة الصف والتأكيد على التلاحم الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف ونبأ الفرقة والاختلاف اعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن عن انفراجة وشيكة في ازمة التيار كهربائي مع وصول شحنة من الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وافادت المؤسسة برسو سفينة الديزل بميناء الزيت والمخصصة لوقود محطات كهرباء عدن وتحمل علامة نها 13 الف طن من الوقود وتكفي لقرابة اسبوعين وكانت عدن قد شهدت خلال الايام المواضية موجة احتقال شعبي نتيجة ارتفاع ساعات انطفاء التيار كهربائي بسبب نفاذ الوقود الخاص بمحطات التوليد هذه الموجزة للقاء